بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الرسول الأعظم محمد المصطفى وآله الطيبين وصحبه المنتجبين إن النداء الحج الإبراهيمي ودعوته العالمية قد نادى العالمين من أعماق التأريخ مرة أخرى وأثار الشوق واللهفة في القلوب الوالهة الذاكرا إن نداء المنادي يخاطب جميع البشرية حيث يقول وأذن في الناس بالحاج والكعبة المشرفة هي المضيفة المباركة والمرشدة لجميع أبناء البشر إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين لا شك أن الكعبة كنقطة مركزية ومحور أساسي تستغطب أبناء الأمة الإسلامية وأن شعيرة الحج بصفتها أنموذجا بسيطا من رقعة العالم الإسلامي المتنوعة يمكنها أن تسمو بالمجتمع الإنساني وسلامة الناس وأمنهم كما أن الحج يمكنه أن يوصل البشرية إلى ذروة المعنوية والسمو الروحي والأخلاقي وهذا هو ما تتطلبه الحياة الإنسانية اليوم لا غروة أن شعيرة الحج يمكنها أن تحبط المخططات الاستكبارية والصهيونية الرامية إلى الإنحلال الخلقي لبشر اليوم والمستقبل والشرط الضروري لهذا التأثير العالمي هو أن يستمع المسلمون أولا إلى نداء الحاج فيبذلوا قصارى جهودهم لتنفيذه إن الوحدة والمعنوية هما الركيزتان الأساسيتان لهذا النداء وهما تضمنان التقدم المادية والمعنوية للعالم الإسلامي وإشعاعه للعالم بأجمعه الوحدة تتمثل في الاتصال الفكري والعملي كما أن المعنوية تتمثل في السمو بالخلق الديني إن سحر الأخلاق الخالية من الدين التي تروج لها المصادر الفكرية الغربية لفترة طويلة هو ما نشهده اليوم من الإنهيار الأخلاقي المتسارع في الغرب ويشهده العالم كله يجب أن نتعلم المعنويات والأخلاق من شعائر الحاج ومن الحياة البسيطة في ثياب الإحرام ومن نفي الامتيازات الوهمية ومن قوله تعالى وأطعم البائس الفقير وقوله عز وجل لا رفث ولا فسوق ولا جدال ومن طواف الأمة كلها حول محور التوحيد ومن رمي الشيطان والبراءة من المشركين أيها الإخوة والأخوات حجاج بيت الله الحرام اغتنموا فرصة الحاج للتدبر والتأمل في أسرار هذه الشعيرة الفريدة واجعلوها زادكم طيلة حياتكم قد تعرضت الوحدة والمعنوية اليوم للعداء الاستكبار والصهيون أكثر من أي وقت مضى استعينوا بالله العليم القدير وعززوا روح البراءة من المشركين في ضميركم وألزموا أنفسكم بنشر هذه الروح وإرسائها في حياتكم أسأل الله تعالى لكم ولجميع حجاج بيت الله الحرام من أرجاء المعمورة التوفيق والحج المقبول والسعي المشكور كما وأسأل رب العزة أن يجيب دعوات بقية الله الأعظم الإمام المهدي أرواحنا فداه في حقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادس من شهر ذي الحجة سنة 1444 السيد علي الحسيني الخامنئي لذكره صلوات سنة 14 женщا شكرا